السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن لاب 2. طبعا لاب 2 طالبنا استخدم البرنامج MySQL Workbench. فعلى طول راح نردح نسؤول ال Install. راح ننزل تختار. فاول خطوة طلب من نكلك عند ونضغط على هذه ونضغط ونضغط اوكي. هتحط القصوات اللي انت روض يحط لنا. بعد ما يفتح معك. نحن نحتاج. نستخدم توريس الموجودة هنا. طبعا عندما لا نستخدم توريس لازم نختار. هنا نختار عسمة. نختار الحالة. طبعا عندما نختار القاعدة بيانات اللي اريد حطناها من قبل. طبعا مثلا لو استخدمنا هذه القاعدة بيانات. نستخدم كلمة use. نختار من هنا كلمة use. بعدين اختار اسم القاعدة بيانات اللي احنا له. نضغط عليها. هذا الخيار الثاني. نضغط عليها. نضغط عليها. بسرعي. حين لما ارجي على سلية منافسها. ارد ان اخترت قاعدة قاعدة بيانات اللي اريدها. نستخدم كلمة use الموجودة 17 روز و نفس الأسماء هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية ترى كيف تنسخ تنسخها وتضعها وتضعها تماما مثل المطلوب أغلبهم نوت و طلب مننا أن نأخذ بيتشر بيتشر عليه و أعطينا 23 روز طبعا هنا نفس المطلوب 23 روز ثم نضعها 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 و أضعها و أضعها و الأن أحين نسخه و أنسخ ثاني حده بعد مواقع أحده هنا وضعها و أضعها مثل ما هو صار نحن الكي عندي جاب تايتل زي ما هو موضح نسوي الى سترم شات او تابل نروح للخطوة الى بعدها شو دم بوي فو اندكس الاختار هذه ونضعها اكسيكيوت طلع نفس الموجود المعطا كل التفاصيل ونسوي الى سترم شات حتى نروح الى بعدها طبعا لازم تكون نفس الاقواص وعندك البرامر جيه تنتهتب زي ما هي نوضح الى اكسيكيوت صارت العملية نغاشها احنا نحتاج الى شو واندكس نلوي احنا نحتاج نسوي الى عامر وشت فحاليا نضاف اكل واحد إذا ما تونترهم واضح هذا الى سوف يستخدم العملية السابعة طبعا طلب نينو شو اندكس من ادى ملوي اطلع الوحدة اندكس ادلو ماي موجودية هنا ببعا نرى كلهم Assessment بس تحت الأمر و أشعر هنا ثم نعم الروب الانجراء لسي دعونا نعم الروب الانجراء نتغغط هل يصوروا هذا ووصلوا مثل ما موضحت طبعا فهذه الأشياء طيب أن نستخدمها ولكن لا يوجد أشياء مهمة غير تعرف الأشياء مهمة مطلوبة طبعا هذا كما هو موضح فهذا الشرح لاب 2 فقط طريقة تستخدم برنامج رابطرف تستخدم وأن تردتها من أجل الطبع طبعا هذه قاعدة بيانت أريد أن تقولها لاب 1 فهي يجب أن ترجع لاب 1 لاب 1 لاب 1 لاب 1 وتستخدم الأوام الموجودة هنا و هذا فقط طبعا يجب أن تعرفوا لاب 1 لاب 1 لاب 2 هذا qui لاب 2 ولد ، ихوار تم اعلمكم خرق كامل انضم تطبيق طبعا و متاع من ان تлегاه لوiable أنا فقط أعلمكم في طريقة استخدام البرنامج ومتبع الخطوات المعفوية عافية